ضمن مسلسل التهجير القسري الذي يمارس ضد العراقيين نفذت القوات الحكومية عملية إجلاء جماعي وبشكل غير قانوني لعشرات العائلات في قرية العيثة شمالية قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين في استهداف واضح لمناطق بعينها كما حصل في حزام بغداد وجرف الصخر وغيرها من جرائم التهجير القسري أهالي قرية العيثة سبق وإن اضطروا لمغادرة مناطق سكناهم في أثناء المعارك التي دارت بين القوات الحكومية وتنظيم داعش لتعيش حياة النزوح في المخيمات وليتم إجبارهم لاحقا على ترك المخيمات والعودة إلى قرية العيثة وفي مشهد يفتقد لمعنى الإنسانية يجبرون اليوم على ترك منازلهم مرة أخرى إجلاء 91 عائلة من قرية العيثة بسبب نزاع مع عائلة أحد وزراء حكومة الكاظمي يؤكد تغليب الاعتبارات الشخصية والسياسية على حماية النازحين والمتضررين بحسب منظمة هيومان رايس ووج والتي قالت إنه تم إجلاء عائلات قرية العيثة بالقوة ودون إشعار مسبق وعدم تمكينهم من أخذ أي من ممتلكاتهم ومن دون تقديم أي تبرير قانوني لذلك هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن حكومة الاحتلال لا تزال مستمرة في غيها وارتكابها أبشع الجرائم وممعنة في عمليات التهجير القسري للعراقيين محذرة مما يقوم به جمع ناد وزير الدفاع الحالي وابنه الذي عينته الميليشيات آمرا على اللواء الحادي والخمسين من ميليشيا الحجد من التهجير القسري تحت تهديد السلاح وأن هذه الحملة الجديدة للتطهير والترحيل الجماعي القسري ناشئة عن رغبات وأهواء شخصية الوزير بسبب خلاف مع شقيقة محملة حكومة الكاظم مسؤولية هذه الجريمة مراقبون أشاروا إلى أن ما حدث في قرية العيثة هو استمرار لمسلسل التغيير الديمغرافي في المحافظات المنكوبة حيث يمنع أهلها من العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات وبذرائع جاهزة لتبرير حملات التهجير والاعتقال التعسفية والممنهجة التي يتعرض لها سكان هذه المناطق